اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تقاف على قناة فخونس فانتكات تسلل من خلف جدار العشق وانتظر ساعة الصفر قبل أن يدخل إلى المشهد الأدبي من الباب الرئيسي عبد المجيد سباطة أهلا وسهلا بك على قناة فخونس فانتكات أهلا وسهلا أستاذ جمال سعيد جدا بهذه الاستضافة وتحية لكل متابعي قناة فخونس فانتكات ونحن أسعد بأن تكون معنا اليوم عبد المجيد سباطة أنت طبعا أنت روائي ومترجم من مولد الرباط 1989 أصدرت ثلاث روايات خلف جدار العشق 2015 ساعة الصفر 2018 جئت اليوم لتحدثنا عن روايتك الثالثة الملف 42 الصدر عن المركز الثقافي العربي دعني في البداية أهنئك فعلا على هذه الرواية المدهشة خصوصا من حيث بناؤها وهذا العمل الضخم تدور في أربع قرات بكثير من التشويق وهي طبعا رواية تقرأ ولا تحكى تحكي قصة رواية أمريكية ينقصها الإلهام كي تكتب روايتها الجديدة وتقودها المغامرة إلى المغرب حيث كان يعيش والدها لتسلط الضوء على مشكلة معروفة في تاريخ المغرب بمشكلة الزيوت المغشوشة كيف جاءتك الفكرة؟ هناك من سيسميها صدفة وهناك من سيسميها قدرا في كل الأحوال يعني عطرتوا على بضعة أسطر تتتعلق بموضوع كارثة الزيوت المسمومة في موقع على الأنترنت ويعني بصراحة أنها بطبيعة حال أنا أنتمي لجيلي لم يعيش هذه الأحداث التي عرفها وشاهدة المغرب يعني سنة 1959 بمعنى يعني سنوات قليلة بعد الاستقلال بعد يعني هذا الأسطر يعني سألت يعني الوالدين ويعني من حسن حظي أنهما ينتميين لهذه الفترة التاريخية وعاشا كل هذه التفاصيل يعني بأدق تفاصيلها فوجدتني يعني منقادا إلى هذا الموضوع وعقدت العزم على كتابة رواية عن كارثة الزيوت المسمومة خصوصا أن يعني من خلال يعني ملاحظاتي ربما يعني انتبهت إلى أن صحيح هناك يعني كتبت مقالات عديدة وبعض يعني أبحاث الدكتوراه وأيضا يعني يعني بعض الروبرتاجات وبعض البرامج الوثائقية ولكن من الناحية الأدبية لم يتم تستغلال هذا الموضوع بشكل جيد فعقدت العزم على الكتابة حول هذا الموضوع خصوصا يعني الهدف الأسمى كان هو تعريف جيلي ويعني الشباب من من أنتمي لجيلهم لأعرفهم على هذا الموضوع وعلى هذه الكارثة التي صنفت إلى حد ما أنها كارثة منسية طيب وكي ربما نضع المشاهد في صورة هذه الكارثة التي حلت في المغرب بعيدة الاستقلال مباشرة بعد الاستقلال هناك شبكة خلطت زيوت صناعية للشحن مع زيوت طبيعية وباعتها وأيام موجود قواعد أمريكية طبعا في المغرب وقتها هذا عن الواقعي في الرواية لكن أنت استطعت أن تبني عالما روائيا يدور في أماكن متعددة وأن تحرك شخصياتك تحركها في نيويورك تحركها في موسكو في كازاخستان في مناطق متعددة من العالم سؤالي ربما لك عبد المجيد سبطة هل من السهولة أو من الممكن حتى أن نكتب عن أماكن من نزورها؟ هل زورت كل هذه الأماكن؟ هو بطبيعة الحال كما أقول دائما إلى لحظة تصوير هذا البرنامج أنا لم يسبق لي أن صافرت خارج المغرب ربما مرة واحدة ركبت طائرة في رحلة داخلية داخل المغرب هو بكل صدق ربما هذا الأمر يمثل تحدياً وأنا إلى حد ما أميل إلى التحديات بطبيعة الحال أحاول أن أكتب عن المغرب ولكن علاقة المغرب بالعالم وعلاقة المغربي بالعالم نحن نعيش حالياً في الجميع يتحدث عن العالم الذي تحول إلى قرية صغيرة وهناك أيضاً لا يوجد أجمل ما في الكتابة وأجمل ما في الأدب هو الخيال لا أعتقد بوجود دستور مكتوب يفرض على المغربي أن يكتب رواية تدور أحداثها فقط داخل المغرب ونفس الشيء بالنسبة للجزائر أو التونس أو أي فرض من العالم طيب عبد المجيد أدخلنا إلى مختبارك كيف يمكن أن نكتب عن مدينة لم نزورها ونحرك فيها الشخصية؟ أنا أنطلق من قاعدة بسيطة جداً أضعها لنفسي أتخيل مثلاً إذا تطلبت أحداث روايتي مثلاً سواء في ساعة السفر التي تطرقت لأحداث حرب بوصنة أو مثلاً في الميلة 2040 في الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغيرها أنا أنطلق دائماً من قاعدة بسيطة أتخيل لو أن قارئاً مثلاً أمريكياً قرأ هذه الرواية سيحاسبونه نوعاً ما إن لم أضع الشارع الفلاني في مكانه الفلاني وإن لم أضع الجبل الفلاني في المكان الفلاني أو الهضب الفلاني في المكان الفلاني وإلى آخره على هذا الأساس دائماً الاشتغال على رواية يسبقه بحث دقيق وبحث معمق يعني مثلاً بالنسبة للملف 42 بدأ الاشتغال على مشروع هذه الرواية منذ أواخر سنة 2017 وعندما أتحدث عن الاشتغال فأنا لا أكتب منذ أواخر سنة 2017 إلى تقريباً نعم إلى تقريباً إلى شهر مارس 2019 طوال هذه الفترة لم أكتب ولو حرفاً واحداً ولكنني اشتغلت بالبحث والبحث المضني سواء حول الفترات الزمنية التي سأتطرق لها في الرواية وأيضاً حول الأماكن التي سأتطرق لها في الأمكان والأزمين اسمح لي لو قطعتك لأن الوقت يداهمنا وأريد أن أتطرق منك معك إلى جوانب أخرى أنت طبعاً للإشارة ربما كي نقرب أيضاً القارئ والمشاهد أنت درست الهندسة المدنية هذا تخصصك الأساسي وهذا واضح في بناء لأن هندسة الرواية استثنائية وأنت تستعمل تقنية تقنية الوثيقة المتخيلة في غالب الأحيان قصاصة جريدة أو مخطط حتى بعض الشخصيات لأن الواقعي والخياري التقياً تستعملها كعنصر أساسي في البناء الرواية حدثنا عن هذه التقنية هو إلى حد ما أنا استفدت إلى حد رغم أنني في الكثير من الأحيان كنت أعبر نوعاً ما عن امتعاضي من تخصص العلم الذي درسته ولكن مع غوصي أكثر فأكثر في المجال الأدبي وفي الكتابة وفي الرواية وفي القراءة بشكل عام اكتشفت أنني إلى حد ما استفدت إلى حد كبير من هذه إنصح التعبير المنهجية العلمية الصارمة التي وفرها تخصص العلم الأكاديمي وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بالهندسة المدنية أتعامل دائماً مع الرواية بصفتها إنصح التعبير بناءاً يعني هندسياً إن اختل أساس من أساساته ربما سينهار البناء بأكمله عندما يتعلق الأمر بالتقنيات التي وظفتها في الملف 42 أنا تعاملت مع هذه الرواية باعتبارها إنصح التعبير مثل لوحة بوزل يعني قطع متفرقة سيظهر للقار في بداية الأمر أنه لا شيء يربط بين كريستين مك ميلان وبين زهير بالقاصم ولكن مع التقدم في الأحداث وتقدم القارئ مع الصفحات وتوالي الصفحات سيجد بأن كل هذه الأحداث وكل هذه التفاصيل ستلتقي في نهاية المطاف في لوحة كاملة يعني كما قلت يعني مثل لوحة بوزل صحيح وهذا ما يعطي التشويق داخل الرواية ربما وأيضا أريد أن أتطرق إلى مسألة أساسية أيضا سامت في نجاح هذه الرواية هو أيضا الأدب بشكل ما هو بطل في الرواية الكتب هناك حضور كبير للكتب ولأبطال الروايات داخل روايتك حاولت لا أكتب يعني مثلا رواية كلاسيكية يعني تتطرق للموضوع بشكل مباشر يعني حاولت أن أربطها إلى حد ما بذلك التشويق الذي توفره إلى حد ما الحبكة البوليسية صحيح أنا أقول دائما بأن الملف 42 ليست رواية بوليسية ولكنها تستخدم التقنيات الرواية البوليسية التقنيات الرواية البوليسية والتشويق الذي توفره الرواية البوليسية خاصة مثلا عندما يتعلق الأمر بتقنية الطعم أو بالفرنسية المصناج يعني دائما نهاية كل فصل تتضمن إما جملة أو كلمة أو فقرة تدفع القارئ للمتابعة تتركه لغز للمتابعة أريد أن أتقدم معك عبد المجيد في الرواية ومع الأسف لم يعد لدينا وقت كافي هذه الرواية مرشحة لجائزة بوكر في اللائحة القصيرة لهذه السنة ربما كيف تلقيت هذا الخبر وماذا يعني لك؟ تلقيت الخبر بسعادة كبيرة ربما اعتبرته تعويضا جميلا يعني عن سنتين كانت صعبة يعني كما تعلم هذه الرواية صدرت في معرض الدولي للنشر والكتاب بمدينة الدار بيضاء يعني سنة 2020 شهرا واحدا بعد صدورها يعني جاء الحجر يعني عشنا يعني تلك الظروف القاسية التي عاشها العالم بأسر بسبب يعني جائحة كورونا فبالتالي يعني لم تكن هناك حفلة توقية لم تكن هناك جوالات يعني للتعريف بالرواية فعندما جاء الإعلان عن وصول الرواية أولا إلى القائمة الطويلة لجائزة العالمية للرواية العربية البوكر ثم القائمة القاصرة يعني بكل صدق يعني اعتبرته تعويضا جميلا خصوصا أن الرواية يعني تم التعريف بها يعني سواء بالنسبة للمغاربة أبناء البلد أو أيضا يعني في الدول العربية بشكل عام يعني تتقاطر يعني القراءات سواء يعني قراءات القراءة أو أيضا النقاد المتخصصين طبعا الذين كتبوا عنها في الصحف حضية بمواكبة نقدية واسعة ونتمنى لك حظا سعيدا مع الجائزة الموعدة الخامس والعشرين من ماي وهي فعلا رواية تستحق أن تقرأ وأن تتوج أريد أن أريك صورة سأظهر صورة وأريد منك تعليقا مقتضبا هي لمدينة طنجة ماذا تعني لك طنجة؟ طنجة هي مدينة لن أبالغة إن قلت بأنها لا توصف وعندما أتكلم من منظور الكاتب يعني بعيدا عن أن أتكلم من منظور الكاتب هذه المدينة هي التي أجد فيها تلك الروح سأريك صورة أخيرة ربما موجودة بقوة في الرواية هي للكاتب المغربي الراحل محمد زفزاف لا أبالغ إن قلت بأنه من القلة الذين يستحقون في المغرب لقب الكاتب الكبير يستحقها عن جدارة أنا شخصيا أعتز بأنني قرأت أعماله الكاملة قرأت رواياته وقرأت كل مجمعي القصصية وأعتبر مشروعه الأدبي من أفضل المشاريع الأدبية المغربية خصوصا أنه نحازى وبشكل صادق للهامش أنت تعلم بأن الانحياز للهامش في بعض الأحيان قد يتحول إلى ما يشبهه الموضة ولكن زفزاف خبر الهامش جيدا ويعرف الهامش جيدا وكتب عنه بأفضل طريقة ممكنة وأنت تستعمل مقاطع من محاولة عيش لمحمد زفزاف في هذه الرواية شكرا جزيلا لك عبد المجيد سباطة أذكر بروايتك الملف 42 الصادر عن المركز الثقافي العربي رواية تستحق أن تقرأ وأن تتوج شكرا جزيلا لك وشكرا لبقائكم مع فرنسوانتكاتر إلى اللقاء